المتتبعي قناة الفاس بريس مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص اللي غد نقش فيه القضايا اللي بازل تتيل كثير من الجدل ومتعلقة بإضرابات الأساتذة والحرب بينهم وبين وزارة التربية الوطنية بخصوص النظام الأساسي الأساسي اللي بقد وصرينا على عدم عودة إلى الأقصر يعني إلا بشرط الواحد هو إسقاط النظام الأساسي أشنو المخرج هاتش اللي غد نقشوه مع الأستاذ أبو المجد عبد الجليل باحد في الشأن النقابي السي أبو المجد مرحبا بك شكرا أمام إسراء الأساسي دا على عدم عودة إلى الأقصر إلا بإسقاط النظام الأساسي يبدو أنه والحكم الآن درس واحد للجنة واحد ضبابية في هذه اللجنة هذه أشنو المخرج من أجل الخروج من هذه الأزنة اللي قا تلمي دراسوا في وسط ديالا مع بداية موسم التعليم لتجاوز هذا الوضع والخروج من هذه الحلقة المطلوب من الدولة أن تعيد نظر في مقاربة تدبير هذه الملفة للتربية والتعليم وأن تنظر إلى القطاع كاستثمار في العنصر البشري وليس ككلفة مالية لأنه تبين بهرب الملموس أن التعليم لا يكفي الاستثمار في البنايات وفي الدراسات التي خصصت لها أموال ضخمة ولكنه يكمن بالأساس في الخلل المتواجد في هيئة التدريس فالمعلم أو الأستاذ يجد نفسه في حلقة الأدنى اجتماعيا وهذا يعتبر بالأساس فيه نوع من التمييز والحيف كبير فالمعلم أو الأستاذ هو حجر الأساس في المنظومة التعليمية وهو الذي يقوم بتنفيذ البراميج والمناهج التعليمية على الأرض الواقع ففي حين يوجده في أدنى السلم الاجتماعي وهذا فيه كما قلت تمييز كبير بين الفئات في المجتمع هناك دائما كانت مقاربة لدى السلطة العمومية أنها تنظر بمنظر العدد قطاعات تمت منذ زمان استفادة من تعويضات وزيادة لأن في نظرهم يعتبرون بأنها لعدد قليل للمستفيدين في حين تناقش معهم قطاع التعليم أو قطاعات الأكثر شغيلة ينظرون بمقياس بمعيار التكلفة المالية هذا عدد كبير هذه 10 ألاف 20 ألف 100 ألف إذن حتى في زيادات أو في تحسين الوضعية المواطنين تتم بشكل مقلص جدا إذن هذا تمييز وهذا أساسا يتعارض مع الدستور بذاتا هو الضرب في المبادئ الأساسية التي أزعى بهالدستور الأخير فالدستور الأخير إذن تكمل الفكرة تلك ولكن بالنسبة لي كنتهي يعني هاتما بالعنصر البشري والمخرج من هذه الأزمة بالضبط بالضبط تماما العنصر البشري والمحرك في أي عملية تنمية حتى الآن هذا الجانب علينا أن نحسم الآن أن نحسم ماذا نريد؟ أن نريد المقاولة أم الإنسان أن ندعم المقاولة أم ندعم العنصر البشري فالطريق معاني أم بغالي لخصي يكون بجوج يعني هاتما بالمقاولة يتعتم بجوجة كما قلت في البداية هذا حيف وتمييز ونحن دائما ضد التمييز لأن دستوريا الدستور جاء بأنه يضمان تكافأ الفرص والمساواة بين المواطنين ففي الدستور شيء مهم أنه ولد عدة مرات كلمة المواطنون ومواطنات تقريبا 16 مرة على صيغة المؤمنين والمؤمنات والمسلمون المسلمين على الشاشة لأنه فيها حقوق استاتيو فيها حقوق وفيها واجبات إذن في الأرض الواقع عندما تقول في الدستور في المبادة في الفصول الأخرى أن هناك مبدأ يعتمد أساس صعب الموضوع وتكافأ الفرص في الأواقع لا نجد نجد العكس الأمور مختلفة تماما فالدسكريميناتوار يعني من خلال الكلام ذي تكتبين بأنك تنسى تسميل طرحة على الأساس اللي تقولوا بأنه ضروري يعني اهتمام بالوضع دينا يعني الوضع دينا الاعتباري بعد يمكن رجع الدراسة طبعا السياسة هي فن الممكن للخروج من هذا الوضع إلى وضع أحسن لا بد من الرجوع إلى الطاول طاولة الحوار والجلوس في مائدة نقاش وإعادة المرسوم المحدد للقانون الأساسي الخصص للموضع في التربية والتخوين والتعليم لا بدان العود إلى عادة السياغة وتعديل بعض البعض البعض السعب أن يتم إسقاط هذا النظام لأنه تطرع المجلس الحكومة أو تطرع الجريدة الرسمية أشنو الحل فات الحالة؟ الحل أن المرسوم هذا مرسوم ماشي قانون ما قانون مستار قانون هو أصلا المنظم للقطاع التعليم والقانون الإطار في مجموعة المبادئ المرسوم أسهل بكثير لأن القانون فيه خصوص تنظيمة معقدة ما القانون العادي ولا نسبية المرسوم مستردي هو أسهل لأنه يقع من طرف رئيس الحكومة وتعديل دياله وتغيير دياله تتم مشكل مرونة إذا كانت إرادة حقيقية تعديل دياله وتغيير دياله أو تعديل المواد التي تشكل ضرر للشغيل التعليمية وهي مواد كثيرة عادة نظر فيها إذن كما قلت في البداية الرجوع للطاولة والتركيز بالأساس التركيز على التلميذ والمحور كل تعليم كله تدور عليه والأموال الدولة كلها فالقطاع تدور حول التلميذ لابد من مراعاة حقوق التلميذ أولا والحكومة لابد أن تراعي مبدأ الإنصاف بنسبة للمعلم والأستاذ واخدت العودة إلى جلسة الحوار الحكومة يعني عبرت استعدادها لأنها تتعود إلى جلسة الحوار ولكن جلسة الحوار ما كنت يقول فيها البعض يقول ما كنت النقابات خاصة ضروري حضور التنسيقيات لأن التنسيقيات الآن التي تنزل الشرع بأحجام كبيرة أعيد أن النقابات الآن الموقع النقابات في التعليم في وزارة التعليم والتربية هي ستة ستة نقابات تمثلوا جميع أغلبها متحزب يمي للأحزب ما عدا وحدة تقول بأن مستقلة على أي حال أربعة وقعوا الاتفاق هذا في حرج من أمرهم هناك التصرر نسبيا الآن كيف أن النقابات مع التنسيقية وش وقعوا ملوهم مقعوش النقابات أربعة وآلآن يحاولون تراجع بشكلهم بالآخر لأن نقابات حزبية ثانيا نقشت الأمر لأن النقابات لها تبعية حزبية هناك نقابة حزبية بمعنى الكلمة هي دراعة حزبي وقعت من الأوائن من الأوائن وقعت لا ندعي لذكر الحزب على أي حال أن التنسيقيات الآن مركز قوة لأن القاعدة لأن العدد يسكي القوة النقابات ما معنى بعدها نشوف النقابات لا نشوف التنسيقية لماذا هذا التمييز وهذا الفرق والظاهرة ظهرت في السنوات الأخيرة بكتافة نحن نرجع للنقابات ونرجع للتنسيقيات السؤال هو وش التنسيقيات ستدوره وش تقلس في الجلسة الحيوة لا أبدا من المستحسن أن يكون الممثلين للتنسيقيات لأنهم بالأساس لو كانت تجربة صعبية بالنسبة للحكومة الفرق كانت تنسيقيات مثلا في البداية في التسعينة أول تنسيقية ظهرت في شكل جمعية هي الجمعية المغربية الوطنية لحامل الشهادات المعطلين هذه تنسيقية وعندها أخذت شكل جمعية هي أول خطوة نحو التنسيقيات فزاءت للتنسيقيات فتكاترت وتزايدت بشكل كبير خصوصا كانت تنسيس معا الحكومة الأداك شي تصفاوت لا مع الاتحاد مع المعطلين دائما كانت في تجلسة بالنسبة الباقي أهدو ديال التعليم للعدد كبير ديال التنسيقية أول التعليم في عدة تنسيقية مثلا أنا أعطيك المثال هناك تنسيقية خاصة تأسست مؤقتة للسلم تسعة الناس يطلبون تفتح لهم سلم على العشرة وهكذا هذا دواليك سيقول لك نحن 11 نريد أن خارج سلم هذه تنسيقية لأنها تنسيقية لهدف معين في زمان محدد يعني هذا الشي اللي تقول لما الحكوم ما يبكيش تقلس مع جامعة تنسيقية لا ممثلين ممثلين عن تنسيقية هم مسؤوليتهم عليهم أن يعينوا والتفاقوا على من سيمثلهم في الحواء لا يمكن رئيس الحكومة يجلس مع جميع الأطراف وعلى شهد يعني عادة أن الملفات المطلبية والملفات الشمعة تدفع على النقابات على شهد وشهد الناس مقواش وضع التقديل في النقابات والتي تجد تنسيقية ايش وقع في المغرب خلال السنوات الاخرى اللي ولد الناس فضلوا التنسيقية على عمل النقاب النقابات هي في متشدمة على المتشتدة كثيرة الوضع النقابي بدأ في تراجع تقريبا منذ تمانينات بدأت تراجع وجاءت أحد التسينات في تراجع النقابات هي شكل قانوني هي نظيم قانوني الدفاع عن مصالح الناس المنخلطين فيها حتى عندما نرى النص الدستوري مدنس الدستوري في فاصل الثمانية هي نص بصريح صراحة بين النقابات تساهم في الدفاع عن الأجار والنهوض بأوضاعهم إيه علاش وقاعد الخلل لأن النقابات أخفقت في علاج بعدة ملفات سابقا وفي علاج مشكل بالأساس بدأ مع المعطلين فجاءت ملفات أخرى فلقع تماطل في معالجتها لأن النقابة تتخدم أجندة حزبية بالدرجة الأولى ولا تتخدم أجندة اجتماعية بالدرجة الأساس فوقع إخفاق في حل نزاءات معينة فالناس فقدوا الثقة في هذه المؤسسة في المؤسسة لأنها لم تعهل نزاء عدة في العمومي حتى في القطاع الخاص القطاع الخاص على عدة الناس عدة جهيئات عدة فئات أو عدة شركات ضعفة وانتهت في النقابة لأن التماطلات أو تواطأت خلالنا لنسيقيات أكثر التمسيقيات على التمسيقيات لماذا تقوط بالدرجة الأولى لأنها كان هناك خلال في النقابة ضعف التواصل وعدم الجد في تعادم الملفات الشائقة ضعف التفاصل والتفاعل مع المتغيرات ومطالب جعل النقابة حين أن التمسيقيات عندها قوة في التواصل ودليل على ذلك أن تحتحكم بشكل آخر في مواقع التواصل الاجتماعي فلها قوة قوة في لهذا وهذا هو اللي اعطاها واحد النفس وعطاها واحد توسع واحد انتشار حين أن النقابة المواقع التواصل ديلها حتى اللي سيت ديلهم في دخل الجميع من أن ضعف التواصل ضعف التواصل فهذا كان صالح صالح التنسيقية والتنسيقية الآن الغريب مفارقة التنسيقية هي تقيلة في الميزان وقوية في الميدان لكنها لا تملك الشرعية في التفاوض في حين أن النقابة أن النقابة تقلصت ووقع عند الشرعية في التفاوض والحوار البعض يقول أن المطار التنسيقية متواضحة خاص النقابة هي التي تحمل المطار التنسيقية لي ولا تواضحة كما قلت وطرحة على الحكومة والحكومة تستجرب المطار لي ولا تواضحة وغطي تدلم في نهاية هذا مقاربة هذا منظر ولكن هل تنسيقية مستعدة لتخويل هذا المساق مع النقابة لأن هناك مشكل مشكل ثقة ومشكل تفاعل هم خذوا الطريق ديالهم وأسسوا تنسيقية ديالهم إنما المشكل مشكل عدم الاعتراف بها لأن الدول لا تريد الاعتراف بالتنسيقية ولا تريد لبسها لبس قانوني لماذا؟ لأنها محاجة للنقابات داعمة لها في المسائل الاجتماعية حينما تطرح مشكلة أو ظاهرة اجتماعية أو لدول مشكل مغرب أنها النقابات هي أقرب من قلوبة في التحور في المشاكل الاجتماعية وفي النزاعات الاجتماعية من الأحزاب والجمعيات وهذا تعطيها واحد نافدة لحسوية كثير من النزاعات ليس في المغرب فقط وإنما في الدول كامية في تونس عام أخرا أنها كانت مشكلة للكلم والنقابة قوية في تونس في حد العام للتونسي للشغل فضى وحل المشكل دي التعليم من خلال أولا التورق السلمية إلى آخر ولكن بالتفاوض والحفاظ سي أبو مجد شكرا جزيلا على تصوضي حاسي شكرا لك ومتسبعي قناة الفاسفر إلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله